جائحة كورونا قطاع الألم وقطاع سياسي صحيحة ولكن قطاع اقتصادي والكثير من القطاعات الاقتصادية تضررت بشكل كبير جدا من هذه الجائحة خصوصا في الصحافة المكتوبة لأنه غموض الوباء غموض الفيروس في بدايته جعل الناس تعتبر الصحيفة أو الجريدة الورقية إحدى حوام الفيروس ناقل للعدوى وبالتالي توقف الطبع وتوقف العمل تقريبا وانتقلنا إلى ساعة بداية نحن نفتقد إلى النموذج الاقتصادي الناجح في المقاولة الإعلامية المغربية وسنظل نتعرض إلى الهزات العنيفة طوال افتقادنا لهذا النموذج على مستوى الصحافة سواء الورقية أو الإلكترونية لأنه سواء تعلن القمر بالجريدة أو بالمواقع الإلكترونية لا توجد مقاولة ناجحة ومستقرة من ناحية المانية نعم ولكن ترجمة نانسي قنقر